هي المعادلة سهلة برج هنا يجب أن نفرق بين حاجتين هو قرار الترخيص في الإشغال الوقتي للطريق العام يكون بمقدة قرار صادر على رئيس البلدية هذه حالات غير قانونية تقوم بالإشغال من الملك العمومي هنا البلدية بمناسبة الإشغال لذلك فإنها تستخلص المعلوم لكن استخلاص المعلوم ليس سبب في عدم الحصول على قرار أو على ترخيص وهو إشنا هو اللي صار اللي صار وهي البلدية لماذا تقوم بعملة ترخيص لأنه عمل الترخيص تقضع إلى جملة من الإجراءات مثلا من بين الإجراءات هي أنه لا يمكن احتلال أكثر من ثلثين رصيف ثلثين رصيف على أقصى تقدير وعدم معناها اللي يغطيها عدم التركيز ستقر وكل شيء يكون ديما قابل للمورور وكل شيء هو نشر مناظذ ومجموعة من الكراسي وحتى معناها دي براسول وتقدم الحق في المورور لكن شنوه اللي يصير جسد نحضا ما دم بات شنوه اللي يصير هو اللي يصير هو عملية الملك العام ما رأي تتحول إلى ملك خاص وفما في بعض الأحيان ممكن تقع عملية البيعة منتع الأصول التجارية بما فيها عملية الاستغلال منتع الملك العام وفما ذلك اللي هو اللي هو ملك خاص نحن شنقوله كل مواطن نروا إذا كان يتوجه معنا للبلادية ونالي يجين في جميع البلاديات هي تختص معنا في إجراء الوقت اللي طريق العمومي وإذا كان فما توفرت الشروط هذه اللي هي معناها عدم معنا احتلال راسي في الكل وكثيفة المرور وزادة في بعض الحالية تراو فما المسلزمين العموميين كما الصناد والميلوناس والغيره ويقوم وزادة عندهم اشتركوا في القناة